تبعات قمع تظاهرات ما يعرف بثورة أكتوبر ضد الفساد في العراق ما زالت تلاحق مرتكبيها أو هذا على الأقل ما كشفت عنه محامية فرنسية تولت تقديم شكوى خمس عائلات عراقية تأثر أبناؤها من قمع التظاهرات أحد هؤلاء الخمسة عرض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاث الباقون قتلوا الشكوى تتهم رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل الممنهج وممارسة التعذيب والإخفاء القسري أثناء فترة حكمه وخصوصا في شهر أكتوبر عام 2019 الذي شهد خروج تظاهرات قتل فيها ما لا يقل عن 600 شخص وأصيب 30 ألف آخرين بجراح غالبيتهم من المتظاهرين الشكوى الوقع في 80 صفحة تقول إن عبد المهدي لم يستعمل سلطته التأديبية ما رسخ مناخ الإفلة من العقاب وتكرار الجرائم العائلة العراقية تعول على المحاكم الفرنسية بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا وتستند في شكوها على إقامة عبد المهدي لفترة طويلة ومتقطعة في فرنسا